اهلا وسهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل فقرتنا الشهرية فقرة الوعي بالقانون او الثقافة بالقانون علشان يبعد لنا الحد الادنى من المواد والفهم والادراك القانوني اللي خلينا نعرف نتعامل في حياتنا وفي معاملاتنا اليومية دون الوقوع في اخطاء اما تضعنا في مشاكل او انها قد تعرضنا لضياء حقوقنا رحبوا معايا بصديق العزيز ومشتشرنا وخبرنا القانوني المشتشر هايتم عباس اهلا وسهلا لهايتم بيه اهلا وسهلا معايا اهلا وسهلا معايا اهلا بحضراتك ايه كل شهر وانت طيب وانت طيب السنة جاية بقى قبل السنة جاية في 25 ان شاء الله يا رب كل مصر تبقى بخير يا رب بإذن الله عايز انا اشبع حضرتك الحكم بتاع المحكمة الدستورية العليا اللي اعتقد صدر من اسبوعين او عشرين يوم والحياة كان بمثابة صدمة او زلزال كبير صدم ناس كتير جدا 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 ووضع الكرة الان في اه ملعب مجلس النواب من اجل اه تنفيذ حكم المحكمة واصياغ البقى بعض اللوايح والبنود وهو الحكم الخاص به عدم دستورية تثبيت القيمة الايجارية في العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر فيما كان يعرف اعلاميا باسم عقد الايجار القديم او المستأجر القديم اولا ما عايز سأل حضرتك هل حضرتك كنت متوقع صدور مثل هذا الحكم ولا كمان كان مفاجأة بالنسبة لحضرتك لا هو مش مفاجأ ولا حاجة لان الخلاف اصلا ما بين المالك وبين المستأجر بالنسبة للقانون القديم يعني ده من القديم من وقت ما تم طرح القانون سنة 81 وتصدت النهاردة المحكمة الدستورية احنا بنتكلم في عشرين اربعة وعشرين الخلاف اصلا كان اساسه امتى سنة 88 صح يعني كان الخلاف بعد تطبيق القانون بمجرد تنفيذ القانون على ارض الواقع وهو اسيرت بشأن المشاكل فالموضوع ما كانش مفاجأة لا يا حاجة ده هو الحقيقة المفاجأة هو طول المدة يعني الحقيقة انا فاكر بان احنا صغيرين حكومات ورا حكومات واحنا في الاعلام وكل البرامج انا اشتغلتها كان طول الوقت دي قضايا مفارة عندنا اللي هي المشاكل اللي حصلة بسبب قانون الاجار القديم وان المالك بيقول انه ضايع لحقي وانه مفيش في الدنيا عقدي جرع منه ويبقى ابدي ويتورس ويعمل مش عارف ايه والجيل التاني والتاني والرابع والمستاجر يقولك انا في النهاية بأجر وعلى حسب امكانياتي ولو انت اشتغلت بقاليات السوق ممكن ابقى فريسة ومفيش حكومة ولا برلمان عبر العصور عرفه ويحسموها الحقيقة فعشان كده انا شايف ان دي المفاجأة بس في النهاية حسبت الان اي حاجة مجتمعية صعب ان حدك تفصل فيها قانون الاحوال الشخصية محدش قدر يقرب له النهاردة العلاقة ما بين مالك ومستاجر يرى المالك ان هو مالك للارض والعقار ودي الحقيقة يرى المستاجر ان هو مالك بحكم ان هو مسمى من فوق المسمى بتاعه ان هو اخد عقد ايجار ولكن في حقيقة البنود ان راجل بيقولك انا متملك مدى الحياة وبورس العقد طب خليني قبل ما اخش معاك برضو في حاليا وقتها وقت ما المشرع فكر في كده او العقد الاجار القديم ده تصاغ هل فعلا ينفع ان انت تصيغ عقد في ايجار او استئجار يميل الى فكرة الابدية او ان انا بمجرد ايجاري ما يفعش طلعني من العين اي حاجة بتصدر في وسط ظروف معينة او استثنائية لازم يبقى وراها مشاكل اي حاجة حضرتك بتستسنيها تعرف ان بعد الاستثناء ده فيه بلاوي وفيه مصايب بتحصل مزبوط مع الوقت مزبوط طيب من حيث المبدأ هل من حق المالك انه ينهي العلاقة الايجارية ويطرد الساكن او المستأجر من العين باعتبار ان هو صاحب الحق وصاحب الملكية هو القانون 136 لسنة 81 حدد اربع حالات عشان يفسخ العقد الهدم الكلية وجزء للعقار ان المالك يتنازل عن الوحدة ان المالك ما يدفعش الايجار بعد تكليفه بمجب انذار تكليف بالوفاء اكتر من 15 يوم ولو دفع عند تنفيذ الحكم بيعتبر الامر كإن لم يكن الا لو تكرر الامتناع والحاجة الاخيرة استخدام العين في اعمال ضرر بالمبنى او اعمال منفر الاداب باستثناء الحالات دي يعني اعتبر انه ما فيش فسخ ما فيش فسخ ما هي دي برضو الغريبة بصراحة يعني مش عارف ساعتها اكيد زي ما انت قلت اكيد يعني الزروف الاستثنائية والمجتمعية وحالة السوق وقتها خل المشرع يفكر في هذا الاتجاه من العلاقة الايجارية اللي هي ما تمشيش خالص خالص مع وضعنا الحالية طيب الحكم اللي حكمته المحكمة الدستورية العليا المؤكرة بعدم دستورية تثبيت القيمة الايجارية هل له علاقة بالفكرة اللي كمان بعض الناس اثرواها هي فكرة انتقال العين الى الورثة سواء من الجيل الاول او الجيل التاني هل الحكم ده انهى توريث العين الحكم المحكمة الدستورية حضرتك ما تكلمش غير على سباة الاجرى بصبوط النهاردة سباة الاجرى بالنسبة لحضرتك كانت 7% من اجمالي قيمة الارض والمباني وبيتكلم على التوقيت اللي تبنى فيه العكار او طراخة عمدا المالك عن بناء العكار وقيمة الارض او قيمة المس لوقت الترخيص ده اللي القضية بعدم دستوريته طيب بينتقل لجيل واحد بس اه تمام ينتقل لجيل واحد ده ما تطرقش لي دلوقتي لان خلاص فيه حكم محكمة دستورية صدر في 2002 متعلق بالامر ده ولكن هنا احنا بنتكلم بس على عدم سباة الاجرى وبيطلق المشرع مجلس النواب من حقه النهاردة وهو بيعدل يعدل قانونك كل ما انا حجيلك على اللي حيحصف مجلس النواب بس خليني الاول مباشرة قبل ما مجلس النواب يشتغل ويدرس واللجنة تشريعية تصيغ وتقدم وتطرح ايه دلوقتي الاثار مترتبة على هذا الحكم المهم المحكمة على الطرفين سواء المالك او المستأجر هو قبل المالك وقبل المستأجر يجب على مجلس النواب قبل انتهاء دور اللي انا قادر خاص به انه هو يعدل القيمة الايجارية المستحقة على المستأجر في قانون الايجارة دي طب ايوة هي مشكلة ان هو هيعملها وقت محددات يعني المجلس ده حينفذ الحكم المحكمة وفقا لمحددات هل المحددات دي مفتوحة ولا المحكمة حطت بعض المفتوحة المحكمة ما حطتش احقا لان المحكمة هتحط ازاي قليات النهاردة حضرتك مسلا لما تيجي تتفرق لما تتسبب مفتوحة هنا ممكن تبقى مجلس النواب بيعمل ايه ما هو اللي هيحط الحدود يعني مسلا حضرتك لما تيجي تشوف بعض صدور الحكم تلاقي حضرتك كل طرف بيقول يعني المالك او ممثلين عن المالك يقولوا الحكم صدر لصالحنا والمستأجرين يقولوا الحكم صدر لصالحنا مصبوط وتيجي عن الناحية التانية طب احنا عندنا كام واحدة قانون قديم في مصر تسمع احصائيات اه ناس يقولوا مليون ويعني والناس يقولوا ثلاثة مليون محدش عارف ايه صحيح يعني دي برضو اه موضوع غريب جدا مصبوط فما علينا وحده تبنتكلم على حاجة واحدة مجلس النواب مطالب بوضع قصص عدلة ليه المالك يحس ان القيمة الايجارية بتاعته لان الحكم لما تطرق تطرق ان فيه اهدار للمكان خاص صح فحنشوف المفروض ان القيمة تبقى عدلة للمالك ما هو هنا الحكم انصف هذه الجزئية بالنسبة للمالك في فكرة انه فيه اهدار لحقوق الملكية دي لعين بتاعتي وانا باخد فيها قيمة دلوقتي لا توازي شيء في مقابل قيمة العين في السوق الحالي او في الاسعار الحالي طيب حق المستأجر هنا هنا بقى اللي ده اللي بيحاول يفكر فيه مجلس النواب انه ازاي يعمل قيمة عادلة دون ان يأتي على الطبقات الاجتماعية اللي يمكن ما حصل لهاش تطور زي ما حصل للاقتصاد والتضخم والله انا بقول لها دك هي المشكلة انها مشكلة صعبة جدا على الواقع العملي يعني اه تنفذها ممكن هتلاقي اثاره اه صعبة جدا صحيح انا الحالي مش عارف مش عارف هتتعمل ازاي صعبة جدا لو انت وازيت اللي دلوقتي مش نعمل اجدعو بحكم محكمة حمي كان نلقتي بقى في مراقشات المجلس لو احنا انا وانت اعضاء دلوقتي في اللاجنة تشتعي ونفكر ازاي ننفذ حكم المحكمة وما نسبتش القيمة الايجارية ونخليها اقرب الى القيمة العادلة هتلاقي ان انت لو جيت وازيت العين القديمة زي ما حالك قلت كده اللي هو الايجار القديم بالايجار الجديد زي ما كنا انا وانت مقاقرنش هادالة فقارة جديد هتروح لارقام فلاكية وفي نفس الوقت في شرايح ما تقداش تدفع علي الارقام ساعتها انت كناك بتقول لك رجي من العين ما علي باشا هو يعني خلينا اتطفق على حاجة هو الدستور بيعمل ايه؟ هو ابو القوانين نظبوط هو بيحط الاطار العام بيحط شكل الدولة بيحط نظم التعامل ما بين الافراد وبعد كده القوانين بتيجي تنظم الاعلاقة دي وفق قواعد العام درماد الدستور تماما الدستور قال ما نخلفش الشريعة الاسلامية الدستور قال نحمي الملكة الخاصة قال ان في عدل ما بين المواطنين وفيه مستواما بينهم النهاردة لما ييجي قانون يتحط وييجي يغلب فئة على فئة هو تجاوز على فئة معينة اه وجيء في صف فئة معينة كويس وده اللي بلوره حكم المحكمة دستورية قال ان ما ينفعش النهاردة ان القانون او المشرع بمعنى صح ييجي على فئة على حساب فئة يعني لازم يوازن ما بينهم مفهوم طيب هو لو كان وازن ما بينهم وقتها ما كانتش اسيرة المشكلة النهاردة صحيح بعد كم سنة بنكلم بعد داخلين في خمسين سنة وانا اعتقد ان وقتها كان الوقت اللي هو كان فيه تشريع متعلق به واجب الدولة في توفير سكن للمواطن فكانه بيعتبر انه حتى الملكية الخاصة بس كان لازم تبقى بشكل محدود ومعين وتضمن بقاء الاسر وخصوصا الاسر المتوسطة والطبقات المتوسطة في امان سكني لفترة طويلة دالي ده اللي عمل المشكلة وقتها وبنشيل مشاكله دلوقتي ما هي حياتك ابو داتي انت قدام مش هنقول مشكلة لازم تعالجها قدام حكم بعدم دستورية نص قانوني متعلق بتثبيت الأجراء طب سؤال قانوني بقى هل عدم دستورية هي المحكمة قرد بعجم دستورية مادة أو اتنين الفقرة الاولى من المادة الاولى والتاني الفقرة الاولى الفقرة الاولى في المادة الاولى بتتكلم على ان الزيادة السنوية سبعة في المية من ثمن العقار والارض وقت المباني وقتها في واحد الثمانين تمام تمام فكان بتتكلم في دي زيادة السبتة بتاعتها الفقرة الاولى من المادة التانية بتتكلم على انا النهاردة السبعة في المية دوم من ايه من ثمن الارض وقت الترخيص ويهي المباني وقت المباني وقت ما انا كنت جيت هامل طب تأخرت عشان ازود القيمة او الكلام ده لا بتتحاسب لو انت متعمد التأخير على القيمة وقت اللي انت كنت فوت ابني فيه مفهوم فبالتالي دي ارقام ملهاش علاقة سبتة السوق اليومين دول السؤال هنا عدم دستورية المادة الاولى من المادة staanية وكذا مش ده يبطل القانون نفسه لا هو النهاردة المحكمة دستورية بتشوف ما ممكن القانون كلء مفهومش شيء اه يعني مفهومش شيء اه كل مواicatedه دستورية اين الى الفقرة دي او المادة دي ده فقرة مش سانقول مادة ده فقرة من المادة فتبطلة هي بس هي دي بس اللي مخالفة للدستور اه يعني مفيش أنا هنا بسأل طبعا عشان نتفقف قانونية مفيش حاجة اسمها ان القانون كل متكامل لو حاجة قطلت فيه توقعوا كله لا 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 مفيش لا مفيش الكرام ها فالقانون بقي زي ما هو بكل بنوده ومواده ما أشارت إليه المحكمة بالفقرة دي من المادة اللي فقرة دي هم دول بس اللي على مجلس النوافة عن دولهم في بعض مواد الدستور لأننا نتكلم أن سبات القيمة الإيجارية الفترة دي كلها بالقيمة دي لا يتناسب مع التضخم والقوة الشرائية النهاردة وإهدار الملكية الخاصة للمواطن مفهوم طيب سؤال تاني هل أنا معلوماتي طبعا أن المحكمة الدستورية العليا هي أعلى سلطة قضائية صح بس هل في على هذا الحكم أي نوع من أنواع إجراءات التقاضي الطاعن الاستئناف النقضة أي حاجة لا مفيش إجراءات هي محكمة الدستورية بتصدر حكمها وخلاص بعدها من الدستورية وبيتنفذ بيكون واجب النفاس يعني مفيش حد يشوف نفسه متضرر من هذا الحكم فيعمل طعن أو استئناف أو فيش لا لا خلاص بحكم نهائي بات طب ما سيخرج عنه مجلس النواب هيصدر بقى قانون مش كده مجلس النواب دي جهات أشتراعية بتصدر قانون ينفذ حكم المحكمة القانون ده بالمواد اللي تم عدم دستوريتها أو ما يتراء ليهم ترتيبا عليه اللي ممكن يصيه وممكن يعدله وفق اللي حيترتب عليه من بطلان أو عدم دستوريت المواد دي مفهوم سؤال هنا لأعلاقة بالفهم العام لو حضرتك موجود أو كطلب منك مجلس النواب إن حركة تيجي كخبرة قانونية يستشروك هل مجلس النواب الأفضل دلوقتي إنه يصيه قانون جديد وفقا للآليات الجديدة حكم المحكمة والفين خمسة وعشرين اللي حرقنين عليها ولا بس يعقف على تغيير المادتين اللي أشارت إليهم المحكمة هو يعني هيداك بنتكلم على الواقع العمل إيه ولا لا العمل طبع بنتكلم على الواقع العمل إنه هيداك النهاردة قانون إنت مش هادر تقرب له على مدار عقود هاتيجا هيداك النهاردة عايز تعدله كله ده إنت هيداك بس تعدل المادتين دول اللي أنا مقرع معرفش الكهرباء اللي أنا مقدرتش أقرب منها دي السلك العريان من اللي أنا خمسين سنة مقدرتش أقرب منه خلاص المحكمة فتحت لي الباب وبعدين دي فتحت الماب في إيه في أكتر موضوع جدلي وحساس فيه يعني معظم الناس خدش أقرب عشان الحتة دي خلاص المحكمة فتحتها وإنت الجماعة ده غلط جير دستوري زبطوه ففرصة بقى أن أنا زبط القانون وفقا للآليات الجديدة عشان دي كله واحد حقه وما يبقاش أنا بشتغل حتى من حيث الشكل يا إيه سبب إيه بقيت أنا بشتغل سنة 25 مشكلة في التوقيت بالقانون اسمه قانون كزل سنة 81 مشكلة في التوقيت ما بعده أثر حكم المحكمة الدستورية هيكون نافذ مع انتهاء دور النعاقاد التشريعي يعني بنتكلم في خلال 6-7 شهور مصبوط في خلال 6-7 شهور تقدر حضرتك تعدل قانون بالكامل بالخطورة دي الإجابة أكيد لأ طبعا أكيد لأ هتعدله إزاي وهتقدر تتخطى زي إنت أصلا حيثك في تحديد القيمة حيثك سمعنا مثلا على مدار الفترة فات الأسبوعين المدولات أو اللي الناس بتقول أراءها كل طرف بيدافع عن وجهة نظره اللي يقول زيادة 10% من القيمة الإجراء القديمة اللي هي 10 جنيه و 15 جنيه والطرف الثاني يقول لا كله طبعا عماله يقول الفتاوى במ� tadi يقول نخليها تبدأ الفين وتبدأ 3% والطرف الثالث يقول سعر السوق آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآهآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآي تحركت بس الستة جنيه والسبعة جنيه اللي موجودين من السبعينات والثمانينات هو كده مرضي. بس بالتأكيد زي ما حاجة بتقول الزيادة عمرها ما هترضي لان هو بايحلم بقى بيشتغل بسعر السوق دلوقتي. ولا المستاجر حيرضي. مستاجر طبعا في كل الاحوال اي زيادة ان شاء الله جنيه عليها بقى بالداي طبيعي. فعشان كده انا متخيل ان احنا هنخش في جدل اكبر عند صدور التشريع او القانون من مجلس النواب. طب هنا سؤالي ملوش علاقة بقى بالقصة دي احنا فهمناها بشكل كامل. بس نقطة تاني مترتبة عليها عايز اكد رأي حركة قانوني فيها. وهي ايه هي ايه صعوبة صياغة القوانين او تعديل القوانين او حتى استحداث قوانين جديدة. هل هي مهمة شقة قوي. لانه الحقيقة انا انا كمصري مبقاش مبسوط انه اي موضوع نخش فيه يقولك والله ده وفقا لاحكام المادة كزا من قانون معمول بيه سنة سبعة وخمسين. سبعة وخمسين ده ده عالم غير العالم وقرن غير القرن ودنيا غير الدنيا. موضوع تاني والله ده بحكم المادة مش عم ايه سنة كزا لسنة تربعة وسبعين. هل احنا ينفع نعيش دلوقتي بقوانين وضعت من خمسين وستين وسبعين سنة هل هي صالحة? ولما تيجي نقول لهم يا جماعة حزمة القوانين او تراكم القوانين دي كونها بتاعدلش يقولك يا انها ربيا دي محتاجة جهد مضني. فانا عايز اخد رأيك في فكرة ان احنا عايشين بقوانين ربما من جيل وزمن سابق. هو المشكلة في البعد الاجتماعي لكل قانون على حدة. البعد الاجتماعي. طبعا. يعني حدك النهاردة لما تيجي نتكلم على قانون زي الاحوال الشخصية. قول لي كده حدك بتسمع من امتى على تعديله. تير. بتسمع من امتى على تعديل قانون الاجار القديم. بتسمع من امتى على تعديل قانون الاجراءات. بتسمع من امتى على قانون المرافعات يتعدل. فحيدك النهاردة هي المشكلة. ان هادك عشان تواجه الموضوع فعليا انت محتاج اساسا سنين تعدل كل القوانين واغلبها هتصطدم فيها بالبعض الاجتماعي هتصطدم بحاجات كتير هتصطدم بتنفيذ هادك لا فيه عندنا مشاكل يعني فيه مشاكل يعني اللي حيخبي يعني اللي حيتفن راسه في راملة ويقول لا لا احنا ما عندناش مشكلة لا عندنا مشاكل مشاكل كبيرة جدا وعلاجها او ان هادك تعديها لازم يكون فيه جرأة في اتخاذ القرار لكن النهاردة هادك النهاردة عشان تيجي تتخطى وتقول لا انا هاخد قرار وان انا هعدل قانون الاحوال الشخصية تعني تكفي قاعدة النهاردة انت يعني عشان تيجي تدي حق استضافة لقب بتعاني قد ايه عشان تعاني عشان طلع قرار وان الاب يشوف ابنه بانتظام قد ايه ده انا هون مرة شوف بقى انه مش اسمه حق الرؤية بين قانون حق الرؤية صح لا انا بيكلم بقى ان مش رؤية لاستضافة مثلا يعني انا بقى في اطار يعني نطلع بقى ايه برا الرؤية بقى حق الرؤية انا عمري ما شفت قانون الطرفين معترضين عليه يعني المفروض حد يقول ايوها ده تمام جايب لي عاقفة تانية لكن الامهات والابعات يقول لك القانون ظلم نحن الاتنين السبب حددك ده النهاردة ان البعد اللي كنت معي لكل مشكلة كل طرف شايف من وجهة نظره ليه حق معين جايب والقانون بيحاول ان هو يطلع يعني ما يبقاش فيه مشاكل فكلمة انا طلع حاجة ما فيهاش مشاكل لا صحيح او يبقى ما مش هتطلع بدي حد خلص وكلنا حنبقى في مشاكل كلنا حنبقى في مشاكل لان في الاخر التنفيذ بتاعها مش سهل ماشي بقى فيه حاجة تانية يعني بتهيلي بقى فكرة تعديل المواد ولا كده يعني انا كنت شفت من سنة كده وكتالب فيه قانون اعتقد مش عام بتاع الغش التجاري او حاجة كده لقيت ما ده مش عارف كده العقوبة بتاعتها عقوبة فعلا معمولة بحاجة وسبعين وما تغيرتش مش عارف باقي كذا عقوبة ده خمس تلاف جنيه معا مش عارف يعني واحد يغيش تجاري ولا يجي تبقى ان هي فازدة ولا كذا يعاقب العقوبة البسيطة دي الحاجة دي لازم تتعدل وتتغلط وتتعامل بناء على الموطيات اللي حصلت في تغيير الزمن والتطور الأحداث ما نقول لحدك انت محتاج يعني ان مجلس النواب او الحكومة عشان تيجي تتصدى لكل الكلام ده ده موضوع نتسيب شغلها وتقعب بس للقصة دي موضوع شائق جدا 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 لان فيه ده فيه نصوص مواد في قانون المرافعات اساسا هي مش مفعلة ومش معمول بيها وفيه نصوص ممكن حياتك تتفاجئ ان متعارضة وتلاقي نصوص مواد هنا مع قانون تاني الموضوع صعب جدا 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 يعني الموضوع مش زي حدك متخيله انه هيجي فيه مادتين عدم دستورية فهيتعدل القانون كله مش بالسهولة دي مش بالسهولة دي طيب اخيرا انت قلت ان مجلس النواب دلوقتي ملزم بصدور القانون قبل انعقاد الدور التشريع الحالي عشان يبقى ملزم بتنفيذ حكم المحكمة السؤال هنا ايا كانت الصيغة اللي هيصدر بيها القانون او تعديل المادتين دول من مجلس النواب هل ان ده سؤال تسأل هل الكلام ده ممكن يطبق بقاطر راجعي لا لا ده من بعد مجلس النواب ما يكرم عن انتهاء الدور التشريعي ويصدر النظم المنظمة للعملية بقى ما بين الطرفين بتاعش يقولك لا ده احنا بقى المشتاجر يرجع مش عارف كذا يدفع لا حكم بحكمة دستورية قال ان اثر الحكم من بعد انتهاء دور الانعقاد التشريع لا مفيش حاجة اسمها تطبق بقاطر راجعي لا لا مفيش حكم المحكمة دستورية فصل حسم وقد الفرصة المجلس النواب لتحديد الدوابط اللي بنا عليها هيكرروا ايه هو الالية اللي انا اللي انا يعني شايف انه ممكن تكون الالية من وقع الدريبة العقارية يعني الدريبة العقارية المستحقة على كل عقار حضرتك النهاردة ساكن في البيت بتاعك متحدد لحضرتك قيمة بالدريبة العقارية اللي هو الدولة شافت من خلال اللجنة المختصة في كل محافظة مختصة بالمكان بتاعها شايفة مثلا ان القيمة الإجارية تتحضرتك بمبلح كذا هو ده القيمة الإجارية فانا شايف انه ممكن المقترح الاغذ بالدريبة العقارية ايه المحددة ولكن طبعا ما تكونش بنفس القيمة ممكن يخلوها بنسبة معينة توصل مثلا لخمسين في المية من القيمة مراعاطا لانه ده مال القانون قديم وانه كان متواجد في المكان كحل وسط يبقى ويبقى فيه فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإجارية ما بينهم وصلت بحييك و بشكرك معلش الموضوع كان ثقيل شوية في الفهم بس هذاك بسطته هنا بشكرك شكرا جزيلا والألتقي دايما على خير يا سبي شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا